عيش اهل الفن خد كتير من حياتها الشخصية وبنت نجوميتها على جرح حرمانها من تحقيق حلمها في انها تكون ام حست بنبض جنينها مرتين بس القدر منعها تشيله بين ايديها والغريب انها رضخت لرغبة حبيب عمرها في عدم الانجاب منها لسبب هتعرفوا معايا في الفيديو ده اول قصة حب عشتها يسرى كانت في الاعدادية ووقتها كان عندها 13 سنة وهو كان اكبر منها بتلات سنين وفرحت جدا لما قدرت تلفت انتباهه لحد ما بدلها نفس شعورها وراحت اعترفت لمامتها وبركت علاقتهم وكانت بتسمح لها بالخروج معاه وفي يوم شافهم واحد قريبهم وراح قال لولدها اللي كان منفصل عن مامتها وعقب يسرى وضربها باسوح ولما عارف حبيبها قرر يتقدم لها بشكل رسمي الا ان طبعا والدها رفض لانهم كانوا لست صغيرين وهنا انتهت علاقتهم يسرى طول عمرها بتحلم تكون ام عندها عاطفة امومة جياشة وحنان بيغطي كل اللي حواليها الرغبة دي زادت بعد ما دخلت في التلاتينات وخلاص حست انها عايزة تتجوز وتستقر وتكون اسرها وفي سنة 1993 كانت بتصور فيلم حرب الفراولة وقابلت رجل الاعمال الفلسطيني فادي الصفدي اللي عرض عليها الجواز بعد يومين بس من اول لقاء جمعهم والغريب انها وفقت ووقت كات بالكتاب حست يسرى انها تسرقت لدرجة انها خرجت على العزومة عشاء عشان تهرب من الموقف حتى حفل الزفاف اللي بتحلم به اي عروسة اتحرمت منه فجأة لقت نفسها مع راجل ما لحقتش تحبه ولا حتى تعرفه كويس وفي يوم كانت بتصور مشهد زفافها في الفيلم فطلبت من فادي يلبس بدلة علشان ياخده كام صورة وهي بفستان الزفاف وكأنه فرحه من حقيقي فرحة كبيرة عشتها يسرى بعد ما اكتشفت حملها لأول مرة وهي في الشهر التالت بس المشكلة ان وقتها كانت بتصور فيلم المهاجر مع المخرج يوسف شهين ولما بلغت شركة الانتاج برغبتها في الانسحاب رفض شهين وقرر يستناها لانها بالفعل كانت صورت مشاهد من فيلمها المفاجأة ان للأسف يسرى تعبت واكتشفت اصابتها بجرسومة خطر على صحة الجنين وخضعت العملية جراحية في باريس وفقدت الجنين وبعد ما رجعت داست على نفسها وحزنها وكملت تصوير فيلم المهاجر علشان ما تتسببش خسارة للانتاج ورغم حملها بعد كده لمرة تانية ان الحمل برضو ماكملش وانفصلت عن فادي ومن بعد التجربة دي اتعقدت من الجواز خالد سليم ابن الراحل صالح سليم عالج يسرى من عقدتها وقدر يقناعها تتجوز من تاني والمفاجأ ان كان عينه عليها من وهم عيال كانوا اصحاب وجيران وقت ما كانت عايشة مع ممتها وجدتها لما كان عندها سبع سنين وتمر السنين ويسافر خالد بر مصر لعشرين سنة وتجوز ايطالية وانفصل عنها وبالصدفة قبلوا بعض في الغرداء ووقتها كان مرتبط بألمانية ومش في دماغهم ان القدر مخبلهم اجمل قصة حب هيعيشوها في حياتهم سنة 1996 قبلت يسرى خالد في فرح بانتخالته اللي كانت صديقها مقربة منها وقرروا يصهروا عند صاحبهم الراحل عزة أبو عوف والحد سبعة الصبح موش قادرين يبطلوا كلام وقرروا يتجوزوا بس ما اعلنوش الخبر لخفها من فشل العلاقة يسرى ما انكرتش رغبتها في حملها من خالد خاصة مع حبها الشديد دي الا انه صريحة بعدم رغبته في الانجاب الاول زعلت وافتكرت انه رافض الانجاب منها لانه مش شايفها امه نسبة الا انه فهمها وجهة نظره واقنعها انه رافض الخلفة لسببين الاول انهم ما كانوش صغيرين وفي رأيه ولادهم ممكن يتحرموا منهم بدري والتاني انه توقع سرعة وقسوة الزمن والأحداث اللي ممكن ولادهم يعيشوها فقرر ما يكونش عنده ولاد في الاول يسرع طرفت انها ما كانتش مقتنعة الا انها بعد فترة قالت الحمد لله اني ما خلفتش اولا لاني كنت هرتبط بولادي جدا وهتوجع عليهم من اقل حاجة وسانيا لاني شفت التغيير الكبير اللي حصل في حياتنا وطلع خالد عنده حق في وجهة نظره بس في نفس الوقت سبق وصرحت يسرى انها متبنية اربع ولاد في ملجأ واشترطت انها ما تقابلهمش عشان ما تتعلقش بيهم بتكتفي انها تتكفل بكل احتياجاتهم ومصرفهم وتعرف اخبارهم من بعيد لبعيد